يعني هو أكيد أكو حل ماكو شي ماكو حل يعني هساني مثلا على سبيل المثال من أريد أنا أخذ موارد الأقليم بطريقة فنية مثلا كل الضرائب والقمارك بما يخص الاستيرادات أنا أجبها عن طريق بيع الدولار أنا أخذت لي قدام أخذت موارد المنافذ الحدودية بجميع أنحاء العراق مسبقا من الحكومة المركزية شون تقصد عن طريق بيع الدولار عن طريق نافذة بيع العملة يعني لي قدام يتبع الضريبة والقمرق يالله يحاول ما الرفض هذه الآلية الرفضة قصدي إذا كانت إرادة سيافية سبيل أنه أنا أقدر أنطل الالتزامات المالية للأقليم عن طريق الجباية المسبقة خل نسميها بما يخص النفط لأش هو أصلا جيهان ملفز جيهان هو قانونيا باسم وزارة النفط وباسم سومه يعني لو كان القرار السياسي أكو توافق به من الناحية الاقتصادية أنت تقدر كل برمين نفط يتحمل من خيهان هو مبيوع الأربع وعشرين هو مبيوع عن طريق سومه نفط نقيم نفط كاركوك مبيوع الأربع وعشرين يعني عن طريق سومه هو داخل بإرادة سومه ما داخل المنصات الشحن نعم اللي موجودة هي بإيد سومه بجيهان بس الفلوس بيدل أي خوة صديق يعني قصدي أكو أكو مرونة لغرض أنت تقدر هذا عمل وزارة المالية لنحجي عليها أنه هي لازم السيطرة على موارد الدولة هي موزارة المالية تارك موارد الدولة وحايرت لي شون أسدد الرواتب وشون أنفق هذا الخلل الاستراتيجي احنا لازم نعاجه لأن وزارة المالية مو مهامها هي شون تنفق وشون تأمل الرواتب والعراق مو بس رواتب العراق بيقطع خاص وبيقطع مختلط واجتراكي وبنية تحتية وبمشاريع استثمارية وبمستقبل الأجياء القادمة فالقصة هي يرادلها يعني استراتيجية حقيقية اقتصادية علمية حتى أنت تقدر تنهضب هذه مقدرات الدولة وتسيطر على مواردها وتأمن للأجياء القادمة